أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أهمية التوسع خلال الفترة القادمة في إجراء عمليات لتبادل التجاري مع بعض دول الإفريقية بنظام السفقات المتكافئة بحيث يتم تصدير الأدوية والمستحضرات الطبية وغيرها من السلع التي تحظى فيها مصر بميزات نسبية تتعلق بالجودة والسعر ويتم في مقابلها استراد المواد الخام من دول القرى بما يحقق فائدة الطرفين جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم فيه استعراض مقترحات الجهات المعنية فيما تعلق بتفعيل نظام السفقات المتكافئة كألية مهمة لتحقيق هدف دفع وتطوير العلاقات التجارية بين مصر وعدد من الشركاء لسيما في قارة إفريقيا